نعم الأوضاع هادئة لكن حالة الإضراب الشامل والعام هي سيدة الموقف في مدينة جنين استجابة لدعوة القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية حدادا على روح الشهيدين أدهم جبارين وكذلك جواد بواقنا حيث كانت التفاصيل مؤلمة لتفاصيل استشهادهما خلال اقتحام مخيم مدينة جنين قرناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي استهدفت المخيم أطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه أحد قادة كتيبة جنين خلال اشتباك مسلح أصابته بجراح قاتلة وخطيرة للغاية في محيط منزل الشهيد جواد بواقنا الذي حاول بدوره إنقاذ الشاب في ظل منع مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني وقناصة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت بشكل مباشر الرصاص باتجاه مواطن أعزل يحاول تقديم مساعدة إنسانية لنقل مصاب فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت هنا بمدينة جنين وأعلنت وزارة الصحة عن استشهادهما بالمناسبة جواد بواقنا هو خمسيني ويعمل مدرس تربية رياضية في إحدى مدارس محافظة جنين وأعلن عن استشهاده أمام نجله الذي كان يحاول إنقاذ الشاب وإنقاذ والده ونقلهم بمركبة خاصة نظرا لتعذر وصول مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني ومنعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية أصيب أيضا ثلاثة شبان لكن بوضع صحي مستقر في مستشفى جنين الحكومي وكذلك أيضا مستشفى ابن سينة حيث صار على الضباء خلال الساعات الماضية في تخفيض حدة خطورة إحدى الإصابات التي تعرضت لنزيف حاد في منطقة الفخد ونزف بكميات كبيرة لكن استقرت الحالة الطبية ويمكث الآن أحد الشبان في غرفة العناية المكتفة خلال عملية المداهمة والاعتقال اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان فلسطينيين من بينهم نجلي القيادة في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة نجلي أوسوى مالك من داخل المنزل فيما فشل في اعتقال القيادة ماير أبو زينة الذي التقيناه في الغد وقال في تصريحات قاصة أن ما يحدث هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني وأنه لا تفريق في المستوى الأمني الإسرائيلي بعمليات العسكرية سوى باستمرار المشهد الدموي هنا في مناطق جنين أو على باستمرار هجمة المداهمات والاعتقال وطالب لتعزيز حالة اللحمة والوحدة الوطنية الميدانية والدعم والوقوف في مؤازرة المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلام إسرائيلية وتحديدا منظمة ومؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أعلنت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجراح خلال الاشتباكات المسلحة نتيجة انفجار عبو وناسفة في جيب عسكري إسرائيلي خلال اقتحام المخيم وتضرر جيب آخر كتيبة جنين سرايا القدس أعلنت عن تبنيها هذه العملية وقالت مبكرا قبيل الإعلان الإسرائيلي أنها حققت إصابات مباشرة كتاب شهداء الأقصى لواء الشهداء قالت بأن مقاتليها خاضوا اشتباكات من مسافة صفر في أزقة المخيم وداخل حارات المخيم وتعرض المخيم على وقع استمرار الاشتباكات التي اندلعت ساعات الفجر الأولى لانقطاع كامل للطيار الكهربائي عن مخيم جنين وكذلك أيضا الأطراف الغربية فيما يعرف بمنطقة الهدف فالعملية كانت واسعة وكبيرة شارك بها عدد كبير من الأليات العسكرية الإسرائيلية التي أطبقت الحصار على المخيم وشارك أيضا بالعملية جرافة عسكرية أزالت العوائق التي وضعتها الأدرع العسكرية وفصائل المقاومة هنا في محاولة لمنع دخول الجبات العسكرية إلى المناطق داخل عمق المخيم يعني لربما منذ سنوات هذا واحد من أكبر الاقتحامات الذي شهده مخيم جنين شمال الضفة الغربية تخلى له اشتباكات استمرت لساعات طويلة نحو ثلاث ساعات على الأقل هذه الاشتباكات لم تتوقف سمع أصوات الانفجارات العبوات محلية الصنع بالإضافة إلى طبعا إطلاق صافرات الإنذار في أعقاب اكتشاف تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى عمق المخيم بالتأكيد هذا تكريس لحملة المداهمات وعملية كاسر الأمواج التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأطلقها في الحادي والثلاثين من نيسان العام الماضي في إطار الملاحقة والمطاردة للشبان والمطاردين الفلسطينيين شعبيا حالة الغضب والغليان هي سيدة الموقف سيما وأن جنين منذ بداية هذا العام ودعت تسعة شهداء من ضمن سبعة عشر شهيدا منذ بداية هذا العام حالة الغليان هذه تدفع بانخراط أجيال شابة ضمن الأدرع العسكرية الفلسطينية بالإضافة إلى أن المستويات الفصائلية سواء في حركة الجهاد الإسلامي حركة فتح وحركة حماس تطالب بتأكيد تعزيز الوحدة الميدانية في الشارع الفلسطيني وتعزيز استراتيجية فلسطينية في مواجهة الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل على الأقل ما بدأت به الحكومات الإسرائيلية السابقة هنا في مدن شمال الضفة الغربية باستمرار طبعا الاستهدافات والمدهمات عن مسيرة التشيع من المفترض أن تنطلق المسيرة الساعة القادمة أي نتحدث عن العاشرة بتوقيت الأراضي الفلسطينية لانطلاق مسيرة التشيع الشهيدين جواد بواقنا وأدهم جبارين تنطلق من مستشفى جنين الحكومي باتجاه ميدان الشهداء بمدينة جنين ولاحقا إلى منازل الشهدين هنا داخل مخيم جنين تحديدا في ساحة المخيم الرئيسية وبالقرب من المقبرة وتؤدى صلاة الجنازة ولاحقا مواراتهما أثر في مقبرة الشهداء هنا في مخيم مدينة جنين طبعا تفاصيل وروايات استمعنا لها خلال تجوالنا في المخيم تؤكد على صعوبة المشهد ساعة الاقتحام حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص أمام كل ما يتحرك فلسطينيا هنا داخل المخيم باتجاه نوافذ المنازل باتجاه المواطنين الذين حاولوا فقط رصد ما يحدث رصدنا تضرر عدد كبير من المركبات بإطلاق الرصاص بتدميرها باستضامة الجبات العسكرية بها كل هذا المشهد كان صعبا للغاية داخل المخيم ونحن نتحدث عن المخيم نتحدث عن كتلة سكانية تعاني أساسا من الانفجار في ظل الازدحام السكاني في ظل المباني المتلاسقة في ظل الأزقة الضيقة في ظل الاشتباكات والأوضاع الأمنية هذا فرض قيود كبيرة على الفلسطينيين خلال ساعات الفجر الأولى هنا في مخيم جنين وحتى هذه اللحظة تعمل طواقم الكهرباء هنا ولجنة خدمات المخيم في مدينة جنين لمحاولة إعادة الطيار الكهربائي بعد انقطاعه وتضرر عدد من المولدات نتيجة ما حدث في الاشتباكات المسلحة ترجمة نانسي قنقر